موسيقى نشرة السابعة من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها موسيقى طهران تران مبحثات فيينا خطوة إلى الأمام لكنها غير كافية وموسكو تؤكد التمسك بالتزام جميع المشاركين بالاتفاق النووي رغم الصعوبات الفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة العيسوية في القدس المحتلة وسائل علام إسرائيلية تكشف عن محور أمني تعمل واشنطن على تشكيله ضد إيران بمشاركة إسرائيل ودول خليجية مصادر روسية تؤكد للميادين نقمة ترامب بوتن لم تحقق اختراقات كبيرة واعترى ألانية لواشنطن بشن حرب على إيران سشهدوا 12 مدنيا يمنيا في مزارة جديدة للتحالف السعودي في اليمن قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتي إن الدبلوماسيين الذين اجتمعوا في فيينا حققوا خطوة إلى الأمام في الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي وضف بعد محادثات مع مسؤولين أوروبيين وروس وصينيين في فيينا أن الاتفاق ما زال لا يفي بتوقعات إيران مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الدرية ميخايل أوليانوف أكد التزام جميع المشاركين بالاتفاق النووي رغم الصعوبات أما الصين فقالت إنها ستواصل شراء النفط الإيراني ولن تقبل الموقف الأمريكي بشأن خفض صاردرات النفط الإيرانية إلى الصفر وأكدت ضرورة منح إيران المزايا الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق النووي رأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي بريابكوف أن مشكلة الحفاظ على مواهدة الاتفاق النووي ستحل قريبا ريابكوف أكد دعوة روسيا باقي أعضاء الاتفاق النووي الإيراني لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد إيران المسؤول الروسي قال أن روسيا ترحب ببدء العمليات مع إيران من خلال آلية ستاكس موضحا أنها ليست سوى الخطوة الأولى أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية غلايم حسين دهقاني أن بلاده قدمت إلى مجلس الأمن الدولي شكوى رسمية بشأن انتهاك طائرة التجسس الأمريكية المسيرة الأجواء الإيرانية دهقاني أوضخان وزارة الخارجية تقدمت بالشكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة سنادا إلى المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة كما لفت إلى أن الرسالة هي إشارة إلى أن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن حدودها المائية والتصدي لأي عدوان في حال تكرار مثل هذه الانتهاكات كذلك أشار إلى أن الجانب الأمريكي لا يمكن أن يثبت الدعاء أن طائرة التجسس لم تدخل المجال الجوية الإيراني لأنها سقطت بعض استهدافها داخل الأراضي الإيرانية المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك تهم طهران بالوقوف وراء هجمات ناقلات النفط قبالة الفجيرة وبحر عمان هوك أكد أن واشنطن ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني قائلا أنه يريد تغيير سلوك طهران لا تغيير النظام إيران تشارك بشكل روتيني في السلوكيات غير الآمنة في البحر وفي الأسابيع الأخيرة استخدمت قواتها العسكرية لمهاجمة السفن التجارية هذه الإجراءات غير مقبولة بالنسبة إلى العالم المعلومات التي حصلنا عليها عالنا تضح أن إيران كانت مسؤولة عن الهجمات على أربع ناقلات نفط حول ميناء الفجيرة وعلى ناقلتين في خليج عمان كما أنها مسؤولة عن إسقاط الطائرة من دون طيار التابعة لنا في المجال الجوي الدولي هذه الهجمات غير مقبولة ويجب إدانتها من قبل المجتمع الدولي لمناقشة كل هذه المواقف الخاصة باتطورات تجاه إيران معنا من طهران رئيس تحريري صحيفة الوفاق الإيرانية الأستاذ مصيب نعيمي أستاذ مصيب حياك الله اسمح لي أبدأ من فيينا المواقف من هناك والإشارات هل تعني بأنها قد ترضي إيران وتبقيها في حدود التزاماتها في الاتفاق النووي بسم الله الرحمن الرحيم هياكم الله وأيضا بقناة الميادين والأخوة المسؤولين هنا في الواقع يعني لا زال إيران تشكك في حقيقة العمل الأوروبي لأن كما نعرف الاتفاق كان واضحا ومنذ أن خرج حدد أمريكا خلال السنة وأيضا منذ خرج أيضا مضى سنة ونيف ولكن الأوروبيين بدأوا في مكانهم لو أما تفكروا بأن إيران ليس جديا في الرد عندما رأوا الآن أن هناك ردودا جدية من قبل إيران فبدأوا يتحركون ولكن لا زال هناك في شكوك حول صدقيتهم طبعا إذا نفذ هناك في مرحلة وقت قسير جدا إذا نفذ سيكون الوضع مختلف ولكن إذا لم تنفذ فهناك الخطوات الإيرانية المتتالية ستكون بالمرصات في المستقبل لأنه بعد مواجهة وتداع أمريكا على الأجواء الإيرانية وسقوط طائرة المصيرة تغيرت الأوضاء كاملة لأنه لم يكن هناك أبدا حتى الدول الأوروبية الذين عرفوا بأن هذه الطائرة انتعكت بجال الجو الإيراني لكن ما مدى أستاذ المصير ما مدى قدرة الأوروبيين على الإفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاقية العمل الشامل المشتركة في ضوء العقوبات الأمريكية على كل من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل تجاريا مع إيران هل لديهم إمكانية لمعاكسة ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المضمار يعني في هذا المجال أقل شيء أنهم يقولون أنهم ملتزمون بالاتفاق الذي وقع أمريكا وغيرها الاتفاق النووي هم لا يريد أن يعطيه شيئا جديدا لإيران ثانيا هذا ليس لديهم قدرة لاتخاذ القرار فليعلنوا بشكل صريح مثل أمريكيين يعني حتى يعرف إيران كيف يتصرف معهم لأن إيران أخذت هذه الخطوات واتفقت مع الجانب الآخر حتى ليكون هناك تجربة جديدة كما نعرف منذ البداية كان في شكوك كان هناك أكثر من أطراف إيرانية وحتى القيادة في الجمهورية الإسلامية كانت مشككة في أصلا صدقية الأمريكيين والأوروبيين أيضا ولكن دخلت إيران في هذا الصراء واتفق على شيء هذا الاتفاق بقي غير منجزا رغم أن إيران بإترافهم أنجز الاتفاق منذ بداية فلذلك هناك الجانب الأمريكي يجب أن يرد أن يكون هناك له موقف باضي إلا ليس بإمكانه فليعلن أنه ليس لدينا بإمكانية حتى يتعرف إيران ماذا تفعل لكن بالمقابل رغم هذه الصورة والتي أدت إلى تنفيذ إيران جزء من خفض التزامها بالاتفاق النووي بالإعلان عن زيادة سرعة التخصيب في مفاعل نتانز إلا أن موقف مساعد وزير الخارجي الإيراني عباس عراقشي اليوم في فينة كان إيجابيا نسبيا نوعا ما ولكن في نفس الوقت قال نحن ننتظر التنفيذ قال خلال أيام ستبدأ العمل في المسائل البنكية والمصرفية ولكن هذا أيضا راهن بكيفية التعاتي الأمريكيين يعني قبل ذلك وعدوا إدة مرات وعلى إدة مراحل كان انتفقوا أن يكون هناك بنك معين وهناك فيه أسلوب خاص لإيران وإيران اتفق على ذلك ولكن لم تنفذ أبدا فلذلك هذا الأمر حتى ينفذ فيه شكوك وبالنسبة لإيران أعتقد العمر هو محصوم جدا كل ما يأخر الجانب الغربي في اتخاذ القرار في هذا المجال فسيكون إيران له خطوات متتالية هو زيادة التخصيب هذا هو أمر بدائي ليكون هو رسالة للجانب الآخر وإلا إيران غير ملتزمة من بعد ذلك عندما أخلوا هم بالاتفاق غير ملتزمة بأي بندم الاتفاق في المستقبل إذا هم أخلوا وتركوا كالأمريكيين الذين هم وققوا ومن ثم خرجوا من الاتفاق طيب أستاذ مصيب تأثير الموقفين أولا تقييم الموقفين الروسي والصيني وهما موقفين أو موقفاني واضحان جدا فيما يتعلق بالالتزام بضرورة الالتزام بالاتفاق النووي والأطراف وأيضا مدى تأثيره على إنقاذ الاتفاق وتأثيره أيضا على الإيرانيين بعدم التخلي عن الاتفاق طالما أن هناك نوع من المراوغة كما تقول إيران في تنفيذ بنوده خاصة المتعلقة بالشق الاقتصادي منه يعني في الواقع بعد الأحداث الأخيرة وخاصة بعد إسقاط التائر المسيرة كانت هناك مواقف إيجابية جدا ومنطقية وعادلة بالنسبة لروسيا وأيضا الصين وكان هناك في رفض لكل ما طلبته الغرب وخاصة الولايات المتادة الأمريكية وإيران هذا يقدر يعني إيران تقيم يوما بعد كل يوم المواقف خاصة الدول السديقة وأن لم تكن حليفة بهذا المعنى ولكن كان مواقفهم جيد وأعتقد أن أيضا يرى الصين بأن أسلوب الأمريكي سوف تعمل لتشتيت الوضع في المنطقة وطبعا هناك في خسارة كبيرة وإذا كان اشتدت الأمور وإذا صارت الأشهار أكثر من ذلك خاصة بالنسبة للنفط سيكون هناك تبعات أخرى مثل وقف النفط صادرات النفط من منطقة الخليج الفارسي وهذا العمر سيكون أثارها السلبية ليس على أمريكا بل على الجميع خاصة لكن في هذه النقطة أستاذ مصيب النعيمي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها يسعون إلى ما يشبه تدويل المضيق وسمعت دعوة دونالد ترامب الأخيرة وأيضا دعوات من بريطانيا دونالد ترامب يقول لباقي الدول عليكم أن تحموا ناقلاتكم بأنفسكم في مضيق هرمز في الخليج وبريطانيا ناقشت قالت أنها ناقشت هذا الأمر موضوع عن تشكيل قوة دولية قد تكون أيضا تشرك الأمم المتحدة حسب بعض التقارير بمعنى أنه في عملية للدفع باتجاه تدويل المضيق وبالتالي سحب ورقة من يد إيران يمكن أن تواجه بها تصفير تصدير ناقلاتها يعني في حالتين أن أمريكي أو لا يعرف حقيقة إيران وموقيه في المنطقة الذي تمتد من شمال الخليج الفارسي إلى بحر أمان أو لا يريد أن يفهم أو يريد أن يذر الرماد في الحيون إيران هذا تعتبر من سيادته يعني هذا المياه وهذا الموقع من سيادته في جانب آخر أمان وبجانب آخر إيران بالطبع بدون موافقة الطرفين الذين هم المضيق لا يمكن أن يمر شيئا إيران الآن تعرف هناك عنده يعني سعة الصدر لمرحلة متقدمة ويجب الذين لديهم مصلحة في هذا المجال أن يمنع الأمريكيين بخلق توتر لأن الأمريكي كما يبدو يريد أن يغلي أن يزيد أسعار النفط لأن هناك فاعد في النفط كما يبدو وكما يقول بعض الخبرائه أو أنهم استفاد أخرى أو يريد أن يتدرقوا بشيء ولكن إيران من هذه النهية أخذت قراهرها بشكل نهائي لا يمكن إذا كانت هناك منعا لإيران للاستفادة من المضيق المضيق الذي إيران تقوم بالحفاظ على عمنها واستقرارها واشعدنا في الموضوع المراقبة وخاصة الآن أمريكيين عرفوا أكثر من السابق لأن إيران إمكانياتها وتقنياتها فوق ما كانت صوروحهم يعني حتى الأمريكيون كانوا غائبين حتى يأتوا إلى أشلاء طائرتهم يعني ليس لديهم كثيرا من الكلام إلا الععلان ويقولون ويحدثون ويحدثون اليوم أذر التحديد ولكنهم قالوا اليوم أيضا أستاذ مصايب النعيمي على لساء المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك الذي اتهم إيران بالتفجيرات في الفجيرة وهذا ممكن نأتي عليه هذا الأمر لكنه قال بشكل واضح الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني ما إمكانية التنفيذ هذا التهديد يعني أولا كما نعرف طرف الإماراتي رغم عدائه لإيران أعترف بأنه لا يمكن التكاحن من كان يعني وراء الفجارات يعني ناقلات النفط أولا ثانيا الأمريكيين منذ البداية بدون أن يكون هناك تحقيق بدأوا الاتحام ضد إيران كما يبدو هم مسؤولين فيه وهم وراء الأمر ويريدوا أن ينحرفوا العنظار إلى جانب آخر ومن ثم الإتعامات الأمريكية لا قيمة لها لدي إيران ما دام هناك في أداء واضح وهناك النكران لكل القوة وإمكانيات إيران ولكن الواقع الذي تتحدث عن الحقيقة هو غير ذلك أولا إيران إن لم تكن لديها القوة الكافية فكان الأمريكيون أخذوا قرارات آخر أظن أعرفها جميعا الأمريكي ليس لديها لا معنى بعدين بالنسبة لإيران إيران معانية في هذا المنطقة وليس أمريكا التي هي بلدها أبعد وراء البحار من 12 ألف كيلو متر يعني مسافة قانونيا وشرئيا ومنطقيا إيران وسيثبت الأيام والمستقبل أنه من يدير مضيق هرموز من هو مسؤول أن يحفظ مضيق هرموز لا نريد لا قوة دولية ولا أوروبية ولا بريطانيين كانوا قبل ذلك كانوا في حدودنا مع الإراق وشاهدنا كيف استسلموا هناك في وقائع وفي تجارب سيد مصيم النعيم لكن هنا أسأل أنا الناحية العملية الإجرائية هل فعلا تستطيع واشنطن أو هل إيران في حساباتي أن تقوم واشنطن بفرض عقوبات على كل الدول التي تستورد النفط وهل هناك إمكانية لتمرد كثير من الدول على هذا القرار الصين تقول نحن لن نوقف الاستيراد بشكل واضح ولكن ما مدى صمود مثل هذا الموقف إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين وأيضا الدول الأخرى يعني عمليا هل هذا التهديد ينفذ أو لا ينفذ بالوقائع بشكل موضوعي وحد الآن فيه الآن منذ شهرين تقريبا بدأ أمريكا تفرض هذا الأقوبات على كل دولة تتعامل مع إيران ولكن الآن مستمرة طبعا لم يكن بمستوى الذي كانت تريد إيران ولكن لم يتوقف تصدير النفط أبدا خاصة أن ممرات هو بيت إيران ومن ثم في المستقبل أيضا الأمريكيون بإمكانهم قد يكون بإمكانهم بخلق توتر أن يوقف أو يقطع طريق مضيق ورمز ولكن ليس بإمكانهم أن يمنعوا إيران وهم يمرروا هذا أيضا إيران بالنسبة بإمكانه أيضا ساعة ما تريد أن تمنع أي ناقلة نافع أن تمر من هذا المضيق ولكن إيران تنظر الأمور بعين أوصى تنظر وتريد أن تأتي رسائل للجميع حتى يأتي في الجميع حتى غدا لا يقول أحد أن إيران تعنتت إيران لديها صبر كبير كما نعرف وحتى تعاتي مع الأمريكيين منذ سنوات إيران حضرت لنفسها أن تكون قوة دفائية قوية جاعية تداء أمريكي واليوم نرى أنه يقال بأن قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي وقائد الأساطيل بعث برسائل إلى ترامب بأنه إذا أردتم أن تأخذوا بعين تبار حجوم ومواجهة مع إيران يجب أن تأخذوا بعين تبار أمننا وإستقرار لأنه نحن في موقع الموجودين محاصرين من قبل إيران ليس لدينا تريح الفرار إلا بضيق هرمز وإيران مستولي على أكثر ثلاثة جهات منها هذا الأمور يعني تؤكد وتراجع ترامب الذي شاهدناه كيف كان هذا الأمور كلها يعرف أن الأمريكيين على الآن ليس لديهم إلا بعض الأنتريات إيران أيضا لا تريد أن تدخل في الحرب لا تؤجج الأمور لا تحرض أبدا ولكن تتعدث بشكل منطقي وتأتي فرصة للأجانب الآخر هذا الفرصة إذا هم أعضاؤها فيكون هم المسؤولين عن ذلك ولكن أن يكون يوما ما إيران تتصرف وتفعد أن حقها التبيئي في السيادة هذا غير ممكن أبدا شكرا جزيلا لك مصاي بن عيمي رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية كنت معنا مباشرة من تهران فدت مصادر روسية المراسل الميادين بأن قمة بوتن واترامب في اليابان لم تسجل أي خروقات في الملفات التي بحثها الرئيسان المصادر لفتت لأن الرئيسين ركزا على القضايا الاستراتيجية ولا سيما التسلح والاتفاقيات ذات الصلاة وقد أصر الجانب الأمريكي على أن تكون الصين طرفا في أي مفاوضات مستقبلية معتبرا أن الترسانة النووية الصينية مكملة للترسانة الروسية المصادر أشارت الميادين لأن الجانب الروسي لم يرى نية حقيقية لدى ترامب بشن حرب على إيران مضيفة أن الرئيسين اتفقوا على استمرار الاتصالات عبر مجموعات العمل المختصة لبحث قضايا سوريا وإيران وفنزويلا وأوكرانيا في جو عاصف ورياح شديدة قد تنبئ بقرب الأعاصير عقدت قمة العشرين ما ينسحب على حالة التقص في مدينة أوساكا اليابانية يعكس بعضا من الجو السياسي العالمي وصل القادة في تقص كهذا وبدأت أعمال القمة بيوم أكثر هدوءا الملفات المطروحة اقتصادية بشكل عام وسياسية بشكل خاص وعلى أهمية القمة وملفاتها إلا أن ما يهمس به في اللقاءات الجانبية قد يخرج بنتائج أكثر مما قد يقال في العلن وما لم يحدث في القمة الماضية تحقق في هذه القمة إذ عقد هذه المرة لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي إنه لا شرف كبير أن أكون مع الرئيس بوتين هناك الكثير من الأشياء التي يجب مناقشتها بما في ذلك التجارة ونزع السلاح والحماية بطريقة إيجابية للغاية علاقتنا جيدة جدا ونتطلع إلى قضاء الوقت معا فالكثير من الأشياء الإيجابية للغاية ستنتج عن هذه العلاقة قد يرى البعض في كلام تراب استخفافا بتحقيق مولر الذي لاحقه لعامين بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ولكن مما لا شك فيه أن استرخاء الرئيس الروسي يوحي براحة أكبر من الفترة السابقة يمكنني أن أتفق مع السيد الرئيس لدينا بعض الأشياء لمناقشتها هنا لم يرى أحدنا الآخر منذ اجتماع هلسينكي على الرؤم من أن فرقنا تعمل معا وقد أتاحت لنا فرصة عظيمة لمتابعة ذلك أجواء الودي ظهرت في اللحظات الأولى تصافح تراب هو نظيره الصيني قبل الدخول إلى لقاء النياز تعرض مشكلة عملاق الاتصالات هواوي كما سيطرح في لقاءات أخرى الملف النووي لكوريا الشمالية وتوتر القائم مع إيران عدا عن أزمة المناخ التي يختلف طعاط الدول معها ولسيما بعد انسحاب أمريكا من اتفاقية المناخ تعرف أوساكا ببندقية اليابان للتسمية سبب فهذه المدينة مشهورة بقنواتها الكثيرة وجسورها العديدة هي إذن مكان مثالي لمد الجسور في حال وجدت الرغبة لمناقشة هذا الموضوع معنا من توكيو والصحفية لأستاذ خلدون الأزعري أستاذ خلدون حياك الله بداية واسمح لي من خلال ما استمعنا إليه من كلمات مقتضبة خلال بداية القمة التي جمعت الرئيسين بوتين وفلاديمير بوتين ودونالد ترامب كانت التصريحات ودية للغاية وتؤشر أن الأمور إيجابية ولكن هل هي فعلا في الحقيقة كذلك هذه القمة عبارة عن اجتماعات لعشرين زعيم من أهم دول في العالم حسب التقليم الاقتصادي وليست مكانا للتفاوض بعمق حول الخلافات الأساسية الموجودة بين هذه الدول على الصعيد السنائي أو مجتمع وبالتالي ليس من هناك أي داعي لبحث أمور خلافية صميمية بينهما ومن الأفضل التركيز على المجاملات وعلى البروتوكول وعلى إبراز مواطن الاتفاق وتغطية واستبعاد مواطن الاختلاف وهذا طبعا ما أراده رئيس الوزراء الياباني شنزو أبي عندما قال بأن يجب على هذه القمة أن تخرج بمتائج إيجابية لأن تفكك مجموعة العشرين قد يكون في الأفق إذا حصلت خلافات كبيرة ولسيما مثل ما حصل في قمة الأرجنتين عندما رفضوا التوقيع على إدانة للخيمائية هناك خلافات جزرية بين معظم دول المشاركة هناك الأنظمة بينها مختلفة تماما هناك الأنظمة السياسية أيضا مختلفة وبالتالي من الصعب تحقيق تأقوم وتوافق خلال هذين اليومين لكن من الأفضل التركيز على مواطن التوافق والتعاون في هذه القمة يعني الملفات المسجدات أستاذ غلدون في العالم كبيرة جدا سواء كان لجهة الخلافات الحرب التجارية التي القائمة بين الولايات المتحدة والصين وفرض رسوم على الصين أو حتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكل هذه المسائل التي يمكن بحثها في قمة العشرين لكن ما تشير إلي حضرتك هو أن اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي والروسي لم يكن لقاءا يعني من أجل أن يثمر شيء من اتفاقات بين البلدين الكبيرين إنما كان في حدود اللقاء العادي الودي يعني هذا ينطبق على معظم اللقاءات التي بين زعماء هذه القمة اللقاءات الكبيرية نعلم دائما من البيانات الصادرة عنها بأنه جرأ تأكيد على التعاون والتفاهم ويعلن كل طرف موقفه ولم تشري بحادثات يعني مفصلة بين المسؤولين وبين المعنيين تماما بالمشاكل التجارية هناك مفوض تتفاوض وبسؤولين يتفاوضون بشكل مكسف في مجالات التجارة والمال والاقتصاد أما الزعماء طبعا اتفقوا على أسس معينة هي أساس الدبلواثية المقبلة التي سوف يسيرون على نهجها بعد انتهاء هذه القمة إذن حصلت طبعا مجموعة العشرين لها اجتماعات كثيرة وزراء المالية حكام المصارف المركزية وزراء البيئة وزراء الفارسية إلى آخر وزراء الاقتصاد هؤلاء يجاهزون الملفات للزعماء الذين يجتمعون الآن ويحددون يتبنون البيان الختامي الذي أيضا من المتوقع أن يركز على أمور غير الخلافات التجارية والخلافات الأمنية هناك مسائل حماية البيئة الحد من النفايات المستكية التعامل مع مشكلة شيخوخة المجتمعات إصلاحات منظمة التجارة العالمية هذه طبعا يختلفون على طريقة تحصيقها ويتفقون عليها من حيث المبدأ إذن هناك قمم داخل القمة تحصل ولكنها أيضا أمور ثنائية بين هذه أشكرك جزيلا شكر أستاذ خلدون الأزهري الصحفي كنت معنا مباشرة من توكيو فاصل نعود بعدهم مباشرة إلى السابعة مجددا حياكم الله يستمر الفلسطينيون في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما اقتحمت بلدة العيسوية في القدس المحتلة وعمل إضراب الشامل البلدة حدادا على استشهاد من البلدة محمد سمير عبيد برصاص الاحتلال في الصدر وسط إصرار الأهالي على استرجاع جثمانه نحن الآن نتواجد عند المدخل الغربي لبلدة العيسوية يعني واحدة من الأهميات الكبيرة لهذه البلدة وموقعها الاستراتيجي ربما هو إشرافها على غور الأردن من الجهة الشرقية قوات الاحتلال منذ صباح اليوم عززت من تواجدها في محيط بلدة العيسوية وهي الآن تقوم باقتحام هذه البلدة عمليا حتى قبل أن تشن أي عمليات تصدي من قبل شبان البلدة الشبان المقدسيين طبعا كل هذا يجري على خلفية استشهاد الشاب محمد سمير عبيد الاحتلال الإسرائيلي الآن هو يتجهز لعملية اقتحام أكبر الآن نشاهد بعض الحجارة التي يقوم الشبان ولثمون بإلقائها برشقها باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية التصدي من قبل الشبان للاحتلال الإسرائيلي تشتد بالمقابل في كل صحيح نتوقع أن يكون هناك اقتحام جماعي لحشود العسكريين الإسرائيليين الذين يتواجدون مباشرة في مقابل الشبان يبدو أن الجيش يتقلم الآن تم هذا الاقتحام الجماعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لهذا الشارع الرئيسي المؤدي إلى داخل بلدة العسوية يقومون بإطلاق النيران بشكل عشوائي حتى على المنازل بعض الرصاص أيضا يخترق الشبابيك في بعض الأحيان ونتيجة هذه الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية الكبيرة فلا يمكن تقريبا أن يتحرك المواطن المقدسي في العسوية هنا بشكل طبيعي وحر إلا لحالات الضرورة والطوارئ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 49 مواطنا بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال يوم الجمعة الرابع والستين لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة وكان المتظاهرون قد توافدوا إلى مخيمات العودة شرقية قطاع غزة للمشاركة في فعاليات جمعة فليسقط مؤتمر البحرين حركة حماس استنكرت بشدة استمرار ما وصفتها بالتصريحات المسؤولة لوزير خارجية البحرين خالد بن أحمد الخليفة والتي يروج بها الإسرائيل الحركة رأت أن هذه التصريحات والأفكار غريبة عن قيمه ومبادئ وأصالة الشعب البحريني المحب لفلسطين والداعم للمقاومة ودعت الحركة الشعوب المنطقة وأحزابها وشعب البحرين وأحزابها إلى رفض هذه التصريحات المتناقضة مع مواقفهم الرافضة لصفقة القرن والتطبيع مع إسرائيل كما دعت حماس إلى الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيزه في مواجهة كل التحديات والمؤامرات أعلامي سعودي يثير الجدل بوصفه الفلسطينيين بالمتسولين والأقصى بالمعبد اليهودي هذا تقرير لفاطمة قاسم أهلا بكم أشعل التصريحات السحفي السعودي فهد الشمري مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصف الفلسطينيين بالشحة دين وعديمي الشرف ودعا بأن الأقصى ليس سوى معبد يهودي المسجد الأقصى عندنا من مئات الآلاف المساجد في العالم عندنا المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا مسجد معبد يهودي مبكة قاعدة هنا مبكة وهنا كنيسة وهنا حاطين مسجد ما حصلت هذه المسجد؟ المسجد يش يجيبوا عند المعبد اليهودي ويش يجيبوا عند الكنيسة ضاقت الأراضي قضيتكم ما هي قضيها ولا تكونها تنحل ولا تنحل ولا لمصلحة أحد في العالم أنها يحل المشاكل بين الشحادين مع أن الجربة الأمين العام لحركة كرامة السعودية المعارضة علق على حسابه على فيسبوك قائلا إن هذه التصريحات لا تمثل أبناء قبيلة شمر ولا أخلاق العرب والمسلمين وليس من شيامنا أن تنكر لما قدمه الشعب الفلسطيني من دروس في التضحية والمقاومة وتبرأ باسم الشرفة من قبيلة شمر من الشمري مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي القضية المحقة والأولى محمد المجالي شارك الفيديو وكتب لاحظوا مستوى الانحطاط والجهل بتاريخ المسجد الأقصى والانحياز الأعمى لليهود بشأن القدس أي عاهات هؤلاء الذين ابتليت بهم الأمة أيمن عبيداد كتب إذا لم يتم رضوخ لهم فإنهم يرونهم أعداء وسيصبح الصهيوني هو الحليف والسند لقد انكشف الغطاء وأصبح اللعب على المكشوف وعلى تويتر كتب صاحب حساب فلسطين القاضي خسئت يا فهد الشمري القدس وأهلها أشرف منك وأنت لا تمثل إلا نفسك مع هاشتاج أعلامي سعودي يتطاول على المسجد الأقصى رام كتبت أن هذا الشخص لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل دولة أو شعبا وحساب إذن بطوطة أيضا كتب لا يمثل إلا نفسه والشعب السعودي بريء منه وغرد الضحى صفقة القرن بداية انحراف العقيدة وألا يستر على مكة والمدينة وأخيرا علق سعد الجعيري هو معضل غير ترجع اللات والعزة ونرجع إلى الجاهلية فيما يعيش المراسلون الإسرائيليون فرحة كرم الضيافة من سلطات البحرين ويتباهون به كشفت قناة كان الإسرائيلية عن محور أمني تعمل الولايات المتحدة على تشكيله ضد إيران بمشاركة دول خليجية وإسرائيل هذا تقرير لمنال إسماعيل الانبهار الإسرائيلي بكرم الضيافة التي حظيت به الوفود الإعلامية الإسرائيلية في البحرين بقي حاضرا في التغطيات الإعلامية الإسرائيلية حتى بعد انتهاء الورشة الاقتصادية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة المقابلات التي منحها وزير الخارجية البحريني لوسائل إعلام إسرائيلية مثلت بالنسبة إلى تلك القنوات نقطة تحول في نظرة بعض الدول الخليجية إلى إسرائيل وتوقفت عند نشر الخارجية البحرينية هذه المقابلات على حساباتها الرسمية المقابلة التي أجريناها مع وزير الخارجية البحريني أثرت أصداء واسعة وأحد الأسباب هو أن الخارجية البحرينية نشرت هذه المقابلة على حساباتها الرسمية وصوقتها فوزير الخارجية البحريني لم يندم ولم يخجل ونشرت تصريحاته الحكومة الإسرائيلية بدورها أصدرت بيانا هنأت فيه رسميا وزير الخارجية البحريني على مواقفه عبر وزارة خارجيتها من دون أي مشكلة طلبنا مقابلة مع وزير الخارجية البحريني وقبلناه وقلنا له نحن وسائل إعلام إسرائيلية ومقابل الترحيب البحريني بالإسرائيليين في المنامة كشفت قناة تكان الإسرائيلية عن وجود محور أمني ضد إيران بمشاركة إسرائيل نحن نتحدث للمرة الأولى هنا عن وجود محور أمني وإتلاف جديد تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران مع دول عربية وبمشاركة إسرائيل نحن نعتقد أن جهود التقريب بين الإسرائيليين والعرب من أجل مواجهة عدو مشترك يمكن أن تفتح أبواب دبلوماسية إضافية نحن مرتحون جدا للطريقة التي يعزل فيها العالم إيران بطريقة دبلوماسية ونأمل ربما زيادة الحماية البحرية في المنطقة نحن نتحدث الآن فقط مع دول لها مصالح لمعرفة إن كان لديها اهتمام بزيادة الحماية البحرية وهو حوار نجريه مع كل الدول المتأثرة بذلك وبالطبع مع إسرائيل وفيما أشار مراقبون إلى أن الورشة الاقتصادية في البحرين مثلت دفعة لعملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية والخليجية لفت آخرون إلى أن المحور الذي يتبلور بين إسرائيل ودول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية هو عمليا ائتلاف وتحالف حتى لو كان غير رسميا لمحاربة إيران على وجه الخصوص مراسل الميادين فاد بأن وزارة الخارجية البحرينية استدعت القائمة بالأعمال العراقية على خلفية تطورات اقتحام السفارة وعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقل 54 شخصا من الذين اعتدوا على السفارة وبحسب بيانة للوزارة فإن أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر يمنع تجاوزه كما وجه وزير الداخلية بتشكيل مجلس تحقيقا بحق آمر قوة الحماية المعنية بحماية السفارة لتقصيره بالواجب كانت البداية هنا في حي المنصور وسط العاصمة العراقية بغداد تظاهرات داعمة لموقف العراق من القضية الفلسطينية ومن رؤية شعبية رفعت أعلام فلسطين وتجمهر المتظاهرون أمام السفارة البحرينية في بغداد وهم يرددون شعاراتهم الرافضة لصفقة القرن وورشة المنامة سنبقى مع الفلسطينيين مع قضيتهم مع مظلوميتهم رافضين لكل المخططات الاستكبارية الأمريكية الصهيونية والتي تتخذ من بعض الأنظمة الخليجية أدوات لها أبقى المتظاهرون على حراكهم وهم يرددون الأهازيج الشعبية العراقية للتذكير بالموقف الرسمي والشعبي من ورشة البحرين إذن هو إعادة تذكير بالموقف العراقي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضا لورشة المنامة من أمام السفارة البحرينية في بغداد اندفعت الجموع صوب مبنى السفارة البحرينية وانتقلت من شارع إلى آخر وهي تلوح بالعالم الفلسطيني لتعاود التمركز أمام مبنى السفارة ولأن أعداد المتظاهرين كبيرة اضطرت القوات العراقية للجوء إلى محاولات للتفاهم وتخفيف ضغط المتظاهرين وهو ما لم يكتب له النجاح اعترى المتظاهرون سياج السفارة البحرينية ورفعوا العالم الفلسطيني فوق المبنى استدعت القوات العراقية المزيد من التعزيزات ومن قوات الطوارئ اتخذت إثر ذلك إجراءاتها الأمنية المتمثلة في إعادة انتشار قوات مكافحة الشغب لدفع المتظاهرين إلى مغادرة الحي سارعت بغداد إلى تكرار موقفها الرسمي بالبقاء على الحياد لما يتصل بتطورات المنطقة كما أعربت عن أسافها للتجاوز على مبنى السفارة البحرينية معلنة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين موقف رسمي سريع هدفه البراءة من اقتحام السفارة ومقتحميها ودعوة إلى المنامة لاستيعاب الموقف عند حدود ما حصل عبدالله بدران بغداد المياد إلى اليمن وفي الشقة الميدانية استشد تسعة يمنيين من أسرة واحدة جرى قصف للتحالف السعودي على منطقة ورزان جنوب تعز وفق ما أفادنا وكيل المحافظة عبدالله علاو كما استشد ثلاث نساء من أسرة واحدة في قصف للتحالف استادف منزلهن في الحديدة في الأثناء قتل جنديان سعوديان في مواجهات مع الجيش اليمني وليجان الشعبية في منطقة الشبكة بنجران مصدر عسكري يمني أعلن أيضا عن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف الشرقية جبل النار الحدودي كشف مصدر دبلوماسي أن الإمارات العربية المتحدة تخفض وجودها العسكري في اليمن لأنها تفضل أن تكون قواتها وتجهيزاتها العسكرية في متناول يدها مع تصعيد التوتر بين إيران وأمريكا وفق ما نقلته وكالة رويترز مسؤول إماراتي أكد للوكالة أن هناك بعض التحركات للقوات الإماراتية في اليمن لكنها ليست انسحابا مشيرا إلى أن أبوظبي ملتزمة بالتحالف السعودي وأنها لن تترك فراغا في اليمن كما أوضح المسؤول أن القرار مرتبط بوقف اطلاق النار في ميناء الحديدة شهدت العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة والحديدة تظاهرات حاشدة لحياء الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين وردد المتظاهرون شعارات منددة من عقاد ورشة مؤتمر البحرين ومحاولاتها الفاشلة في بيع القضية الفلسطينية مؤكدين وقوفهم بالكامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية هذا تقرير لأحمد زبيبة صرخة أطلقها اليمنيون من ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء ضد المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة صرخة يحييها اليمنيون كل عام لتأتي اليوم بالتزامن مع مؤامرة كبرى تحاك ضد فلسطين ومقدسات الأمة وآخر فصولها ورشة البحرين مؤكدين دعمهم لخيار المقاومة الثابت هناك محوراً للمقاومة أثبت قدرته على السبات والصمود وعلى الانتسارات وهذا المحور أنا في رأيي يمثل مثلثه اليمن سوريا لبنان والمقاومة شعارات التظاهرة وهتافاتها نددت أيضاً باستمرار الحرب على اليمن من قبل التحالف ليثبت اليمنيون في تظاهراتهم صمودهم وقدرتهم على المواجهة نعلن صرختنا وموقفنا وعداءنا لأمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم أقول لأمريكا وإسرائيل والله نحن صامدون كالجبال الرواسي وأنك لا ولا نمل حتى أهل قطرة من دمائنا حتى نزرع الشهادة وسوف نرفع هذا الشعار لما نصل إلى القدس بيان التظاهرة أكد استمرار دعم نهج المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا إضافة إلى الحجد الشعبي للتعبئة العامة لمواجهة حرب التحالف السعودي وحصاره لليمن في ذكرى الصرخة اليمنيون يؤكدون وقوفهم الكامل مع شعب الفلسطيني فكل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي من دول عربية لن تمنعهم من الاستمرار في مقاومة أحمد محمد زبيب صنع الميادين شويع في تونس جثمان والشهيد الأمني مهدي الزمالي إلى مثوه الأخير بعد أن السوشد صباح أمس في التفجير الإرهابي بشارع شارديغول في العاصمة خلال التشيع أكد وزير الداخلية التونسية أن القوات الأمنية صامدة وستواصل حربها ضد الأرهاب ولن تزعزعها مثل هذه المحاولات الفاشلة هذا تقرير لي سميح البغانمي هنا في منزل شهيد المؤسسة الأمنية مهدي الزمالي اختلطت مشاعر اللوعة بمشاعر الاعتداد لتشيع من استشهد فداء للبلاد مهدي الزمالي في نظر أهله ورفاقه في العمل رمز جدير بالاعتزازي مع التعهد بمواصلة الحرب لدحر الإرهابي من البلاد كان قايم بالدار والدنيا كل لذاك وليس نطوى ذكا حسي طعنا الكل طول نصرها قايمة اليوم وغضوة وعام جاي اليوم خسرنا مهدي وغضوة نخسره عشرة كيف مهدي ومنزلنا قايمين عكسية كانت الرسالة من العملية الإرهابية في نظر المراقبين فالتخطيط كان يرمي إلى زعزعة الاستقرار والتشكيك في جهوزية القوات الأمنية غير أن محدودية نتائجها وخسائرها المادية والبشرية تظهر تمرس الأمنيين في مكافحة ظاهرة الإرهابي والقدر على تقليص هامش تحركها مكافحة هذه الشرذمة التي قاعدة تلفظ في أنفاسها الأخيرة فتحية تقدير وإكبار لكل الوحدات الأمنية ونعرف أننا التونسي يحب الحياة وإن شاء الله المؤسسة الأمنية تواصل في مهامها إلى آخر رمض إلى تمأنة الرأي العام داخل البلاد وخارجها وشهى وزير داخلية التونسية رسائله مؤكدا أن الموسم السياحي سيتواصل بنجاحا وسيكون واعدا بكل المقيسة وأن التدبير التي اتخذت كفيلة بإحباط كل محاولات الإرهابي تهديد أمن تونس تدبير أمنية وقائية تحصبا لأي طار وتحقيقات مكثفة لكشف الأطراف الكامنة وراء العملية الإرهابية ورسائل قوية بأن المؤسستين الأمنية والعسكرية بكامل الاستعداد للذودي عن أمن البلاد سميح البغانمي تونس الميادين شهد الجزائر تظاهرات حاشدة في الجمعة التاسع عشر على التوالي منذ بدء الحراك الشعبي مطالبين برحيل رموز النظام السابق ورفض مشاركة الوجوه القديمة في قيادة المرحلة الانتقالية المتظاهرون طالبوا برئيس توافقي وانفتاح سياسي ومحاربة الفساد وتقديم المفسدين للعدالة ودعوا قيادة الجيش الاحترام إرادة الشعب وتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات الرئاسية يأتي ذلك في ظل انتشار أمني كثيف وسط الجزائر العاصمة أكد الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو الاستمرار في الحوار مع المعارضة بعد توقف مؤقت بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي أحبطتها كاركاس إلى ذلك حضرت الأزمة الفنزولية على طاولة المحادثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على هامشي قمة العشرين في اليابان محاولة الانقلاب الفاشلة في فنزولا لن تثني الرئيس نيكولاس مادورو عن قراره بالاستمرار في الحوار مع المعارضة فالحوار في العاصمة النوروجية أسلو يهدف للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة بعدما أوقفت المحاولة الانقلابية الفاشلة تلك المحادثات كاركاس كشفت عن استمرار التحقيقات مع ثلاثة عشر موقوفا بينهم جنرال للاشتباه في تورطهم بمحاولة الانقلاب التي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا المدعي العام الفنزولي وجه اتهامات إلى زعيم المعارضة الفنزولي أخوان جوايدو بالمشاركة في المحاولة الانقلابية من دون أن يفتح تحقيقا طاولة قمة العشرين في اليابان من خلال لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بوتين استبق اللقاء بالتأكيد أن روسيا لا تقود عمل السلطات في فنزولا أو المتمردين هناك كما يفعل بعض الشركاء الرئيس الروسي وفي مقابلة مع صحيفة الفينانشل تايمز أكد أن لدى روسيا وفنزولا عقودا لصيانة المعدات العسكرية وتدريب المتخصصين الفينزوليين وأن طائرات روسية تتوجه إلى فينزولا للمساهمة في مهمات التدريب نافيا وجود عسكريين روس في الجمهورية البوليفرية النشر انتهت في ختامها تذكير بالعنوين تران ترانا مباحثات فيينا خطوة إلى الأمام لكنها غير كافية وموسكو تؤكد التمسك بالتزام جميع المشاركين بالاتفاق النووي رغم الصعوبات الفلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة العيسوية في القدس المحتلة وسائل علامة إسرائيلية تكشف عن محور أمني تعمل واشنطن على تشكيله ضد إيران بمشاركة إسرائيل ودول خليجية مصادر روسية تؤكد للميادين أن قمة ترامب بوتين لم تحقق اختراقة كبيرة وترى اللانية لواشنطن بشن حرب على إيران استشهاد 12 مدنيا يمنيا في مزارة جديدة للتحالف السعودي في اليمن المزيد ضمن الأخبار على صفحة الميادين في الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسمانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر